اشتركوا في القناة أرنا الآب وحسبنا قال له يسوع أنا معكم كل هذا الزمان يا فليبوس وما عرفتني من رآني رأى الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب ألا تؤمن أني أنا في الآب وأن الآب فيي الكلام الذي أقوله لكم لا أقوله من تلقاء نفسي بل الآب المقيم فيي هو يعمل أعماله صدقوني أنا في الآب والآب فيي وإلا فصدقوا من أجل الأعمال نفسها الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي يعمل هو أيضا الأعمال التي أنا أعملها وآظم منها يعمل لأني أنا ذاهب إلى الآب كل ما تطلبونه باسمي أعمله ليمجد الآب في الإبن إن تطلب شيئا باسمي فأنا أعمله كلام الرب إنجيل اليوم هو من خطبة يسوع الوداعي بإنجيل يوحنى هالخطبة اللي تمتد من الفصل 13 للفصل 17 وبهالماطع اللي ريناي اليوم يسوع بيعلن عن حاله إنه هو أيقونة الآب الحي من رآني رأى الآب بكل حياته يسوع كان عم يكشف وجه الآب لألنا ومعرفة الآب هي حياة الحياة الأبدية هي أن يعرفوك ويعرفوك الذي أرسلته وقمة هالتجلي وقمة خلينا أقول هالكشف لما يسوع يكشف وجه الآب على حياته هي على الصليب هونيك لح يكشف لنا عمق محبة قلب الآب الله محبة هالقد الله بحب لشان هيك يوحنى لحيقول بعدين الله محبة وهالساعة بيسميها يسوع بإنجيل يوحنى هي ساعة المجد لأنه المجد بالكتاب المقدس العهد الأديم هو لما الله بيتجلى بيكشف عن ذاته ولما الله بيتدخل بالكون تدخل خلاصي فيسوع على الصليب بيمجد الآب لأنه لح يفرجينا مثل ما هو لح يفرجينا حقيقة محبته المحبة اللي بتعت ذاتها هالقد الآب بيحبنا كان حكى عنها بمثل الابن الشاطر البي الرحيم اللي بيغفر بس ما كنا لح نتوقع هالقد الله بيحب مثل ما شفنا مثل ما شفنا عم يتجلى على الصليب من خلال الابن من رقاني رقى الآب وهون بنفهم صراع يسوع مع إرادة الآب عند الإزائيين ببستان الزيتون يسوع بيقول لتكن مشيئتك فأيام نحتار شو هي هالمشيئة خلاص العالم ايه الصليب شو هالمشيئة أكيد هي هوضي لكن عند يحن بتوضح أكتر وأكتر بالفصل 12 لما يسوع بيعيش هالصراع مش بيستان الزيتون بس نفس الموقف لما بيقول نفسي مضطربة ماذا أقول يا أبتي نجني من هذه الساعة ولكن لأجل هذا بلغت إلى هذه الساعة بيقول يا أبتي مجد اسمك الصراع أنه يسوع يمجد اسم الآب يعني يكشف لنا هوية الآب يكشف لنا حب الآب اللي حيتجلى على الصليب فإذن يسوع هو أيقونة الآب الحي وبيدعينا نحن كمان نكون أيقونات حي لا يسوع نكون أيقونات حي يعني أبناء بيكشفوا وجه الآب السماوي لأنه بيقلنا لما بتحبوا لما بتغفروا كونوا رحماء كما أن أباكم السماوي رحيم بيقول هو يشرك شمسه على الأخيار والأشرار فأنتو كونوا مثله للناس تشوف أعمال كون واتمجد بيكون يلي بالسماء لما بتخلوا وجه يشع لما بتكونوا أيقونات حي بتصرفات كون الناس بتمجد بيكون بالسماء لأنه الناس عنده كتير تشويه بأفكار وبنظرته لله الآب كلنا عنا أفكار مشوهة مشوه شيء وجه الله مشوه عند كتار من الناس ما ننسى بالخلق هالتجربة اللي عاشوها آدم وحوها هي تجربة تشويه وجه الله هل صحيح بتقولهم الحي أنه الله قالكم ما تاكلوا من كل هالشجر قالوا لا ما تاكلوا من هالشجر ايه لأنه إذا أكلتم منها بتصيروا مثله دايما في تشكيك بحب الله وفي تشويه لوجه أيام كتير لما نسمع شو بينحكى عن الله ومنحاول نصور هالصورة اللي عم بيعبروا عننا الناس بيطلع أيام إله سفاح إله قاسي عم بيطلع كل شيء إلا هالبي اللي تجلل لإلنبي يسوع المسيح فوجه الله الآب مشوه ومجهول إلى كتير من الأحيان فنحن عندنا رسالة أنه نكشف وجه الله الحقيقي مثل ما يسوع كشف لنا وجه الآب ما حدا كان بيعرف هالوجه ممكن نوصل ونعرف أنه الله موجود بس ما حدا بيعرف وجه الحقيقي لو ما يسوع كشف لنا إيه فنحنا مدعوين كمان أنه بحياتنا نكشف هالوجه مثل ما كشف الإدسين مثل ما شف نوجه الرحمة بالأم ترازة وبغيرة من هالإدسين فمن خلال هالوجوه نشوف وجه الله أكيد أدمن تصير إدسين ما فينا نعكسه ما فينا نفرجي مية بالمية مثل ما فرجينا يا يسوع بس مدعوين أنه نخلي شع أكتر وأكتر بحياتنا يسوع كمان بهالإنجيل بيحكي عن أعمال عظيمة لحيعملوها المؤمنين فيه بيقول يلي بيقاملوا فيه مش بس لحيعملوا الأعمال اللي هو عملها لحيعملوا أعظم منا فممكن نسأل شو بعد فيه أعظم يسوع قامل عزر كان إليه أربع أيام ميت شو بعد فيه أعظم شو ممكن نعمل أعظم أكيد نعمل هالأعظم بيقوتو منا نفكر بعجيب معين نقرأ أعمال الرسل نشوف الرسل عمله عجيب يمكن يسوع ما عمله على حياته مثلا بيقول لأنه كان يقطع خيال بطرس على الناس أو حدا برداءه أو برداء بولس يشفو أو خياله يعني فيه عجيب ممكن هيك ربنا يحقق من خلال أشخاص مختلفة لبل ممكن تكون أكبر من العجيب العجيب اللي هو عمله لما كان على الأرض بس مش هيدا بس المقصود الأعمال الأعظم اللي نحن منعملها بعد موته وإيامته لأنه لح يعطينا الروح الكدس هي مرتبطة أكتر بالثمار لأنه اللي بيمجد الله الآب يسوع بإلنا هي الثمار ما يمجد أبي أن تحمل ثمرا كثيرا ثمرة موت يسوع وإيامته وعطية الروح الكدس نحن قدرين نحمل ثمار وثمار كتير كبير يسوع مات على الصليب وحيد حتى تلميزه وهربه بقى فيه هالنسوة ثلاثة ويحن نشوف الديسين بحياتهم خلوا يكون فيه ميات وألاف لبل الملايين من الناس تتوب وتلتقى بربنا أو بالأحرى يسوع من خلالهم عمل كل هالعمل بدءا بأعمال الرسل أول عزة لبطرس بقلنا صاحب بقلنا لوأ اللي كتب أعمال الرسل فيه ثلاثة آلاف شخص اعتمدوا تابوا تابوا واعتمدوا ثلاثة آلاف بوعظة وحدة هالثمار اللي هي عطية يسوع اللي مات على الصليب واللي انتصر على الموت لقلنا من خلال الروح الكدس فنحن نحن نحن مدهوين كشعب العنصرة شعب اللي نال الروح انه حياتنا تكون مثمرة وهذا الشي بيفرح ربنا هو بيريد انه نعمل أعمال عظيمة رجعب بقول أعمال عظيمة هي مش أعمالنا هي أعماله بس بيعملها من خلالنا لما منستقبل روح الكدس لما منقامن فيه يلي بيقامنوا فيه هون بيقول بيعملوا أعمال اللي أنا بعملها ولبل بيعملوا أعظم وبيربط يسوع بالصلا بيقول كل ما تطلبونه باسمي أعماله ليمجد القاب في الابن إن تطلبوا شيئا باسمي فأنا أعماله شو يعني نطلب باسم يسوع وهون أكيد عم نحكي عن طلب باسم يسوع بعد موته وإيامته يسوع القاء من الموت الجالس عن يمين الله الآب هو شفيع لأنه قدم ذاته هالكاهن اللي كان هو نفسه ذبيحة هو صار شفيع يحكينا عنه صاحب رسالة عبراني شفاعت يسوع طلبه لا يرفض من الآب فلما منطلب باسم يسوع نطلب باسم يسوع الماء الماء والقائم والجالس عن يمين الله الآب أول شيء لو منطلب باسمه يعني منطلب حسب ما شيئته ها أول شيء ولكن نطلب بإيمان بعمل الخلاصي وبشفاعته الكبير فهيك طلب الله الآب ما بيرفضه أبدا وهون واضح أنه هالطلب مرتبط بالرسالة نطلب باسم يسوع أنه يحقق عمل الخلاصي بحياتنا ومن خلالنا أن يخلي حياتنا تكون حياة مثمرة تكون حياة مليانة بالنعم وفائدة بالنعم بحياة الآخرين لنكون بهالطريقة عام نمجد الله الآب بحياتنا إلو المجد للأبد أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة